فرأى أبوه عبد المطلبي شريف مكة أن يزوجه بكرا من كرائم البيوتات القرشية وهو العارف بالأعراق والأحساب والأنساب فزوجه من آمنة بنت يوهبين أفضل وفاة بني زهرى نسب وشرف وموضع وشأت قدرة الله سبحانه أن يدوم هذا الزواج المبارك عشرة أيام فقط وحملت السيدة آمنة في هذه الأيام المعدودة القليلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت ترى في حملها هذا الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين وكانت تعلم أن من حملت به سيملأ الأرض نورا وضياء وهدى ورحمة وسيكون له شأن كبير روى أبو نعيم في الدلائل وابن سعد في الطبقات أن آمنة قالت رأيت كأنه خرج مني شهاب أضاءت له الأرض حتى رأيت قصور الشام أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات وكان من قدر الله أن يذهب عبد الله في تجارة إلى الشام والتي نطلق عليها العراق وهي العراق وسوريا ولبنان والأردل وفلسطين شام وعند رجوعه مر على أخوال أبيه عبد المطلب بن النجار بيسرب بالمدينة فمرض وبقي عندهم ورجع أصحابه فلما علم أبوه عبد المطلب بمرضه أرسل في إثره ولده الحارث وهذه كما تعلمون عاطفة الأبوين وخصوصا على أبنائهم الصغار والضعفاء وما أن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم أن عبد الله قد مات ودفن بها وهذه مشيئة الله فحزن الأب لموت أعز أولاده حزنا كبيرا ولم يكن للجنين عند فقد الأب إلا شهران وعمر عبد الله ثمان عشرة سنة فهذا أمر الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وكلنا مسؤولون يوما لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم وروي أن عبد الله لما توفي قالت السيدة آمنة ترثيه عفى جانب البطحاء من آل هاشمي وجاور لحدا خارجا في الغمائم دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشمي عشية راحوا يحملون سريره تاوره أصحابه في التزاحم فإن تكو غالته المنون وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات روى أبو نعيم بسنده قال قال عبد المطالب بينما أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤية هالتني ففزعت منها فزعا شديدا فأتيت كاهنة قريش فقلت لها إني رأيت الليلة كأن شجرة نبتت قد نالت رأسها السماء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب وما رأيت نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفة ورأيت العرب والعجمة لها ساجدين وهي تزداد كل ساعة عظمة ونورة وارتفاع ساعة تخفى وساعة تظهر ورأيت رهدا من قريش قد تعلقوا بأغصانها ورأيت قوما يريدون قطعها فإذا دنوا منها أخذهم شاب لم أرى قط أحسن منه وجه ولا أطيب منه ريح فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا فلم أنل فقلت لمن النصيب فقال النصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك فانتبهت مذعورة يعني فاستيقضت فرأيت وجه الكاهنة قد تغير ثم قالت لئن صدقت رؤياك لا يخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب وتدين له الناس أيها الأخوة الكرام الأخوة الكريمات وفي هذا العام من عناية الله بنبيه محمد لما غلب أبرهة على بلاد اليمن ثم